سلام خواتي وشراكم إن شاء الله تكونوا بس في حلقة جديدة على الجرية وبعز المشاهد وعلى قول الشاعر اللي يقول لك ليش قال نسيب توكاتر لها اليوم جيتكم بمفاجأتين المفاجأة الأولى كالعادة اللي هي المسابقات اللي قاعد نديروا فيها شبه أسبوعيا على صفحتنا رسمية الأنستغرام والحمد لله من خلال هذه المسابقات قدرنا نوزع تمانية حسابات ماش بأمازون وهكا قدرنا نحق أحلام العديد من المصممين ومش هذا بارك حابيت نقول لكم بلي هذو الجوائز قاعدين يتنوعوا دونك عنا جوائز لجميع الفئات نيتفليكس ولا جوجل بلاي وراح نزيدوا البطاقات البنكية وهكا على ما أظن راح نحلوا العديد من المشاكل خاصة للناس اللي ما زالوا ما توصلوش بالبطاقات البطاقات اللي راح نمدوها مستقبلا برب إن شاء الله راح يكونوا تابعين نفس البنك اللي راح نحكيه عليها اليوم دونك ماذا بيكم تكملوا حلقة اليوم لكن يا بني نقبل الصح ما نروح وتفاصيل الشرحة حابيت نقول لك بلي كانت طريقتين بيش تخدم أونلاين دونك الطريقة الليولة اللي هي تقدم خدمات ولخصها في كلمة موظف عند الناس معينين ولا في منصة معينة أما طريقة تانية اللي هي راح تدير بيزنس خاص بيك ولا تدير مشروع خاص بيك فيما يخص طريقة الليولة اللي هي راح تقدم بروداكت ولا خدمة معينة راح نلخصها في آخر موقعين حكيت عليهم هنا فلاشان دونك لمازال مش فهمش يضرب عليهم طلا الموقعين هادومة الليول فيهم لي اسمه توليلانسر أما الموقع التاني اسمه preplay هادوم الموقعين أسهل ما يكون حاليا دونك لمازال مش فهمش فريمان يروح يشوفهم دوكتبان والحكاية سهلة أخلاح على واش راح نحكي على هادوم الموقعين في حلقة اليوم راح نحكي على طريقة استخراج الأموال وطريقة طلب الخدمة أما النوع الثاني من العمل أونلاين راح اللخصه في التسويق الإلكتروني ولا في الانلاين ماركيتينج وهنا جماعة راح نحكي فيه دوماني بوكو بليس لهو الأسنس البيتراج وراح نطرق المرش بأمازون وايضا راح نطرق لكليكبانك دونك كليكبانك اكشيلي انا مزل ما بديش نخدم فيه بصح المرش بأمازون وأسنس البيتراج نقاعد نخدم فيهم وهدو ما فيه ثلاثة يعني لخصتهم بركليه ليه راح مداخلين تحت كلمة اسمها التسويق الالكتروني أما النقطة الأخيرة في هذا الشرح التطبيق والمتمثلة في بنك إلكتروني وملاحظة بركة جماعة بليه هذا البنك في نظر المتواضع أفضل بنك حاليا من حيث استقبل الأموال من الشركات اللي راح نحكي عليها اليوم وأيضا يمكنك من استعمال هذه الأموال بدون ما تكون عندك بطاقة بلاستيكية في يدك دونك بلما نطولو نروح مباشرة إلى تفاصيل الشرح نجيو إلى الجزء الثاني من هذا الفيديو ميا جماعة دوك تشوفوني بليه نحاول نختصرها لقدر الإمكان على خطر أي نقطة راح نحكي ليها دورك راح عندها شرح تفصيلي في القناة إذن أنا وش راح ندير كل ما نوصل إلى نقطة معينة نقولك مثلا بلي هذا الفيديو راح يتكلم عليها بالتفصيل هيا سيدي بنسيدك نبدأه بأول موقع لي اسمه تريولانسر الموقع هدا يا جماعة أنا عملته فيديو ها هو وريتلكم طريقة تسجيل وأيضا وريتلكم طريقة ملء البيانات البروفايل وأكدت وعاوت بلي هدوك البيانات البروفايل هو ما علي على أساس هالمنصة راح تخدمك ولا لا دونك إذا كنتي مصمم دير ديزاين إذا كنتي حاب دير نقل البيانات دير داتا وبالطبع جمعوا كل واحد والمجال تاعه لكن تفاجأت بلي كاي الناس بزاف ولا بزاف إخوة معرفوش يخدموا بهذه المنصة دونك أول نقطة لازم تروح له فيديو وتملأ البروفايل تاعه قد قد من بعد متكمل ملء البيانات جي هنا فان جابز إذن مما ندوك نخير الخدم على أساس البروفايل تريد خدمة لازم تروح لازم تروح داتا هذا الخدمة قد يدعم 65 دولار المشكلة لازمت بزافة نعم هل ي بدأ تعمل الخدمة أهو هندس لذلك نقوم بالدخول عن الناس نعم هذا إخشاره أخطى تريد خدمة فيديو وروايل فيديو ويو وقال لك أنه يجب أن تكون متاحة ديما أو يجب أن تكون متاحة للشاط أو للدرد هذا هو حبي يفكر وليس حبي يختم ماذا؟ هناك الكثير من الناس يقدمونه الطلبات من نيجيريا و من الهند لا يريد أن نحبط و لا يريد أن نرى العرب أو شيء كما ذلك يجب أن نرى الناس يأتي هنا و تقدم له العرب لكن إذا كنت مثلا أنت مصمم أو شيء كما ذلك لا تستطيع أن تخرج لك أصلاً الكارية ولكنت نرى العرب عليك الترحيل وفعله التطبيق نذهب الآن إلى الموقع الثاني يسمى Preplay مخصص للناس يفعل اللغة ونقدر نقول لكم مبدأ العمل فيه رهو تعليم الطلاب عن بعد يعني رح تقرر الناس عن بعد حكيت عليه في فيديو أخير بالتفصيل فقط النقطة الأخيرة اللي ما حكيتش فيها عليه اللي هي سحب الأموال والنقطة هذه يا جماعة رح تبني لكم بعد أن يتم قبولكم من طرف المناصة طرق السحب على هذا الموقع رحي ثلاثة البايونير والبايبال والسكريل إذا كان ما عندك سكريل ولا ما عندكش بايبال البايونير راني قدمت عليها شرح كامل رح تلقاها هنا ها هي أحصل على بطاقة بنكية مع تفعيل البايبال دونك وريتلكم كلش يعني من ربطها ببنك محلي هنا في الجزائر ومن طريقة تسجيل ومن طريقة تأكيد حساب إذن أي واحد ولا أي واحد برب إن شاء الله يقبل من طرف بريبلاي وما عندك بايونير يجي لهذا الفيديو وبالطبع رح نخليه لكم أسفل هذا الفيديو رح تلقوا فيه شرح تفصيلي ومحدد يعني تاعدمي الفينتيان كيفاش تحصل على بطاقة بايونير وأيضا كيفاش تحصل على حساب بنكي نجي الآن إلى الطريقة الثانية للعمل أونلاين وللعمل على الأنترنت وهذه طريقة جماعة رح يخاصة بالناس اللي عندها رسمال وحابة تدير بزنس ولا بروجيكت تاحها على الأنترنت إذن أنا لخصت هذه الخدمة في مجال الماركتينج وللأي ماركتينج في الجزء الأول من هذا الفيديو وبالطبع جماعة كان بزاف مجالات مئة أنا رح نحكي عن المجال اللي قاعد نخدم فيه والمجال هذا تلمو كبير رح تلقوا فيه بزاف طرق باش تربحوا منهم بصحنا رح نحكي عن المجال الأول والأساسي اللي هو الاسس أربيط راج والملخصة هذا المجال سهل جدا يكون عندك موقع والموقع هذا يكون تفيرال تبوز ولا مخصص في مجال معين كيما نخدم على الوصفات على الطبخ وأيضا الوصفات الصحية واش تدير في هذا الموقع تكتر من مقالات فيه ويكونوا دات احترافية كبيرة ومن بعد تدير عليه إعلانات الإعلانات هدية رح تجيبها من جوجل أدسنس يعني من شركة جوجل وعليه لازم عليك تجيب له جمهور يعني موقع بلا زيارات مادر نواله الجمهور هدية كيفاش تجيبه لازم لك حاملات إعلانية ممولة يعني بالدراهم تديرهم في منصة توصي الاجتماعي وأيضا في محركة البحث وهكا كي يجيك هدك تشرافك ولا يجيك هدك الجمهور ويقرأ المقالة تاعك ويضغط الإعلانات دخل الدراهم هذا هو الموقع تاعي على منصة ورد برس ومن هذه الوجهة نقدر نتحكم بالموقع كامل من ديزاين وأيضا مقالات نقدر نبدل وشحاب بالطبع اللقطة هذه جماعة أنا حكيت عليها سابقا في فيديو هين فيديو له الاسم وأول خطوة الربح من أسل البيتراج راه هو طويل شوية فيها قريب 20 دقيقة وأيضا فيه جزء ثاني وما زال أيضا أجزاء بربي إن شاء الله مستقبلا وباش نبسط لكم فكرة أدرك نوري لكم كيف أشتباني الإعلانات وهنا مثال حي على الإعلانات اللي نحطوها وندخلوا منها دراهم ضعوا كيمة هذا الإعلان نجي طويل أيضا كيمة هذا الإعلان الصغير هذا يا وكل ما يقوم لهذاك الزاء أو لهذاك الترافك بالضغط على المقالات راح يتبدو الإعلانات وهكرا هنزيد وندخلوا منه دراهم أما المنصة الثانية اللي نخدم معها وتابعة أيضا إلى مجال التسويق وقدمت لها شرح على قناتي في ألجريا واب هي منصة مرج بي أمازون المنصة هذه يا جماعة اللي ما عرفهاش هي تابعة إلى أمازون الغنية على التعريف مبدأ العمل تاحها سهل جدا راح تمكنك من عاقد شراكة أنت أو الشركة شراكة هذه تتمثل باللي تعليك لديزاين وللتصميم كما قاعد تشوف اللي تيشارتها دوما وهي عليها طباعة ذلك التصميم وتوصيله إلى الزبون لكن يا جماعة باش لبنادم يكون معاكم صريح شوية وعلى هذه المنصة يتصل بنا على صفحة رسمية على الانستغرام وبرب إن شاء الله راح يلقي الحساب ويسننا فيها نجيو الآن إلى آخر نقطة اللي هي الحساب البنكي دونك أنا راح نقترح عليكم بنك ويز ولا ترانسفر ويز البنك هدايا جماعة فيه بزاف مميزات دوك نحكي وعليها مي أفضل ميزة هي اللي راح تعاوني باش نعاون لزابوني تاع ولا المشتري دونك قبل ما نريلكم كيفاش نقدر نعاونكم نجيو صحيح لطريقة التسجيل راح تجي هنا ومبعد دي الإيميل تاعك ومبعد دير ناكس راح تدخل في الخطوات الروتينية يقول لك اكتب اسمك واللقب تاعك وانتسكن لازم كل شيء صحيح ومبعد يطلب منك اتبات لهوية أنا رفعت لهم ديركتما الباسبور ولا جو السفر قبلوني ديركتما وانت تقدر ترفع لهم يا إيمال الباسبور ولا البتاقة الوطنية البيومترية أنا عندي حساب لي جادوك ندخله ونبيني لكم أهم المميزات كيفاش تقدر يعني تخدم بالدرام اللي راح تدخلهم من الشركات اللي حكينا عليهم كبيرة بلا ما تكون عندك كارتا إذن هذه الوجهة الرئيسية تاع الحساب تاع على بنكويز وانا كومونديت لا كارت ولا شيت لا كارت عليهم في 12 من هذا الشهر خلصت عليها 5 جناهي لسترليني بصح الكارتا لما بعتها الوحد العنوان في شركة وسيطة كما استاكري الناس على برها فيها يا أخي نقضي من الانترنت ديما نستعمل استاكري باش تجيب للمنتجة تاعي للتزاير أنا استعملت واحد الشركة وسيطة كي وسط لها البتاقة قلت لك ما نقدش نبعتها لك للتزاير خطر ممنوع لنا لذن كارتاك لازم توصل لك ملابونك ديركتما ويش ندير ويش ندير كي تخلت لهنا في الكارت نستعمل الكارتا تاعي بلما توصلني وكي نجي هنا وندير شو كارت ديتيلز يخرجوا للأرقام تاع البتاقة يخرج للكوت بينه وكل شيء نقدر نشري من الانترنت عادي ونقدر نخلص أي حاجة من الانترنت ومش هذا بركة يعطيك الموقع امتياز بللي تدير شغل فريز للاي كارت هدية يعني تجمدها ولا تقدر تدير بتاقة افتراضية لذن كي تخلع وبالتالي هذي البتاقة راهي فيزا تقدر تفعل بها البايبال عادي كيفاش نقدر نعاونك المستقبلا أي واحد يشارك المسابقة تاعنا اللي راح يلقاها في الصفحة تانا الرسمية على الانستغرام لما يربح بتاقة الالكترونية نجي هنا نخلصه للاي كارت من هنا ونبعت له لأي عنوان أوروبي يعني لأي شخص سيكن في أوروبا إذا وصلت للاي كارت اللهم أبرك إذا ما وصلتش نبعته لأرقام بتاع البتاقة كيما كنت نحكي لكم مدركة ويخدم بها عادي باش تستقبل أموالك من أي موقع ملي حكينا لهم قبيلة جي هنا تختار نوع يعني الدراهم اللي راح يجيبك أورو والجوني إسترليني لك إذا حبيت الدولار جي هنا أبن بانونس وبعد تختار الكارنسي تاعك وبعد تسيبه مثلا دولار يعطيوك حساب بنكي خاص بالدولار جي هنا مثلا عندي لورو وبعد يقول لك باش تدي سويفت كود والإيبان لازم عليك تخلص ما يقارب 20 جناهي إسترليني في الخطرة لولا برك هذي الحاجة اللي ما عاجبتنيش في الموقع مثلا في باي سيرا ولا في البايونار ديركتمو بعد ما تفعل الحساب يعطيوك يعني حساب بنكي مجاني هذي يقول لك أول خطرة لازم تخلصنا 20 جناهي إسترليني ولا 20 جي بي بي وباش تخلص هذا المبلغ تخير صح نوع الكارانسي تاحا مثلا نقول إحنا بلجونيه ومبعد تقول لهم بللي عندي ديوبة كارت ولا كريديد كارت ومبعد تخلص عادي يكون عادي عندك حساب سويفت كود وإيبان إذن ناس يوسط لها الآخر نقطة في هذا الفيديو ديجا نشكركم خاطر بين اللي بلي طوال شوية ومبليوس أي واحد رح يربح معنا بتاقة إلكترونية من ويز رح نخلص له الحساب البنكي يعني يعود عنده إيبان وصيفت كود يعني نخلص له عادي تتاوي 20 أور ولا 20 جنة إذن ستريني وأيضا نخلص له حق الكارتة جوبون ساكا ألجيريا وبريمون قاعدة تسي تعاون الناس يتابعوا فيها بهذا حبيت نديلكم هذا الفيديو باش نختصر لكم كلش يعني أي واحد يحوس على خدمة سورة الإنترنت الحمد لله القناة تراهي ملمة محسوب بجميع المجالات يعني المجالات اللي تقدر تخدم فيها ولا تقدر تدير فيها خطوات إيجابية وهنا نقدر نقولكم باللي وصلنا إلى آخر الفيديو إن شاء الله يا ربي ما يكونش طولت عليكم وإن شاء الله تكون هذه الحوصلة قد فادت نس بزاف لمن أعجبته هذه الحلقة ما تنسناش بالضغط على زر لايك واشتراك إذا كانت هذه أول مرة تشوف ألجيريا واب وفالآخر وش رح نقولكم شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله